أخوتي الجزائريين في الوقت وين ماكرون اللي راكم تشوفوا فيه هذا را عند مملكة البرتوش وسلمولوا الجواري نعم ايه سلمولوا الجواري تحهم تعمى مملكة البرتوش ارخاس وما يحشموش ولي يحكم فيكم تعالصح هو ماكرون هذه العمسة لازم تديروها مليح في ريصانكم هذه هي الحقيقة تعكم اللي يحكم فيكم هو شيكوركم شكون هو ماكرون بكل بساطة ما تهدروا وما تزيدوا فيها قلت لكم في الوقت وين ماكرون راهو يزور مملكة البرتوش وراهم فرحانين تبون يا أخوتي اللي هو رئيس الدولة الجزائرية راهو من دولة لدولة وراح للدول العربية يعني ما راحش للدول أجنابية هنا تعرفوا بزاف سوالح خوتي الجزائرين تفرجوا ماكرون فرحان في المغرب بصحتك ماكرون بصحتك استمتع هذه هي مملكة البرتوش على كل حال قلت لكم تبون راهو يزور منا ومنا راح اليوم إلى مملكة عمان يا أخوتي وكما درنا فيديو على مصر نزيدوا نعودوا نديروا فيديو على مملكة عمان لأنه وين يكون الاستقبال المليح لدولة الجزائر رانا هنا قبل كلش خليوا اللايكات تعكم خوتي راهو صاري سينيال كبير على القناة كي نقولكم سينيال كبير ما تتصوروش يا أخوتي شحال كبير راهو هابلين على القناة وثني التعليقات تعكم بخوتي الجزائريين نشوفوا كيف كيف استقبال تبون من قبل مملكة عمان استقبال في المستوى اشتركوا 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 في القناة جاهم بشي عبدوه يبوصلوا يديه أنا درت فيديو أخوتي السابق رحوا وشوفوه تفهموا مليح كيفاش استقبلوه استقبلوه استقبال فات استقبال الملوك من الأخر أنا نقولكم أحسن استقبال في العالم يا أخوتي في العالم أول خطر على البراتيش نجحوا في حاجة ولا هي استقبال شيكورهم ولا الملك تحهم الحقيقي أخوتي الجزائرين كما راكم تشوفوه هذا هو الاستقبال تعتبون في مملكة عمان في المستوى أرانا نشوفوه هناك كامل التشريفات تعت الاستقبال كانت في المستوى على كل حالة مصر كانت شوية خيراها لأنه مصركم تعرفو مصر يا أخوتي على بل همليح الجزائر واش تسوى كما شفتو أخوتي هذا هو الاستقبال تعتبا مملكة عمان الآن نسوطيه للإعلام العماني نسمعوه وش قال على وش صارعه نبدأ أخوتي يقوم اليوم فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بزيارة دولة إلى سلطنة عمان تستغرق ثلاثة أيام جاء ذلك في بيانا صادر عن ديوان البلاط السلطاني في باية نصه تجسيدا للعلاقات الأخوية القائمة التي تربط سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي إطار تعاون البشترك بينهما لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من الرخاي والنماء خدمة لمصالح البلدين وبما يحقق تطلعاتهما وأمالهما سيقوم بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بزيارة دولة لسلطنة عمان تستغرق ثلاثة أيام ابتداء من يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر لعام الفين واربعة وعشرين وسيتم خلال هذه الزيارة تشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وفق الله تعالى قيادتي البلدين لكل ما فيه الخير والازدهار لشعبيهما وللأمتين العربية والإسلامية إنه سميع مجيب الدعاء كما شفتوا يا خوتي لو كانت لاحظوا بأن الجزائر راه تتغلغى المليح في الشرق الأوسط وتتغلغى المليح في الإقليم تحها أيها راح تزور منا أيها تتفهم مع هذا لكن مملكة البرتوشوش راه تتدير خوتي راه تستقبل في شيكورها تستقبل في شيكورها بواحد الاستقبال خوتي أنا مخلي فيديو سبيسيال فيديو مهبول من الأخر بلكن ديروا غدوة بينكم مليح كيفش استقبلوها ماشي لي شفتوها لي شفتوها ما كينوال وخوتي وإنما لي ما يبانش استقبال تاريخي نقطة عد إلى السطر من الأخر سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجمعهما علاقات ثنائية متينة وتعاون مشترك متعدد المجالات ويعمل البلدان الشقيقان على زيارة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري وتعزيز التواصل الثقافية بما يلبي طموحات الشعبين في التقدم والازدهار كما سمعتو مع ليش نتعاون مع مع عمان نتعاون مع المزنبيق مهمناش حنايا مهم نتعاون مع ناس ما تخونش وإذا خانونا السقلة والكف السقلة والكف وبروجوع يا أخوتي إلى الزيارة تعم مصر قل مصر تراها تخوننا هم خوانا لكن مشي الشعب المصري نحكي خوانا الإعلام تحهم والسيسي تحهم خوانا أخوتي من الأخر لكن قلهم ترا إذا فحولا يخونوا الجزائر على بالهم بلي الجزائر ما ترحمهم شي يا أخوتي على بالهم بلي الجزائر والله ما ترحم صدقوني ما ترحم الجزائر لأنه إذا درت معها عفسة عيانة جازة عيان تنسى كامل تنسى كامل الخير اللي درتوا فيها أو لا الوقفات اللي وقفتهم معها لأنه انفهمكم حاجة الدولة تعني تمشي بنفس العقلية الشعب الجزائري وإحنا شعب من لخها ليغلط يخلص ليخونا يودي خلط عليه ما نزيدوش كامل نسمعو به هذي هي كمل يتبون زور البلدان وانتو ما يا البراتيش كملوا في طريق تاعكم ورحكونا شوية وخلونا نحكيو عليكم شوية في بوساني الدين وهذه هي الحكاية انتو ما يا البراتيش راكم جايبينها والله برب إن شاء الله توصلوا للعالمية طريق تاعكم هذا راهوا برب إن شاء الله رح يكون فيهم معمر خير عملكم علاش كل ما تبوسوا لي الدين بزاف كل ما ما يكرو يحنى عليكم شوية ويمدلكم مع فايز ها 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 على بال يرهم يتبعوا خوتي وفاتحين وذنيهم ويسمعوا من نيتهم يا برتوشي إذا رأيك حب تسمع من نيتك من جيشه هنا هنا قاناة تحرش بك شارف الدين يحرش بك يمزح بك الأرض ها هي ويرميك في البوبال احتسمع ما لا يرضيك من الأخر ما كانش حاجة راح تعجبك هنا هز باقاجك وديقاج وروح مد الجواري تاعك لشكون لسيدك ماكرو وبالله ها هي ما زيدش تتبع على القناة أو يسينيالي والكلاب يجيوا يدخلوا لتحت لتحت ويبدأوا يطلقوا حلاوتهم بالسينيال والتعليقات وكذا يوهز باقاجك وروح روح روح عند ماكرو وروح مدلوك الجارية ولزوج تحية الجزائر اليوم وغدوة عمركم ما تلاحقونا فرق شاسع واسع بيننا يا البراتيش أي السلام عليكم